مصطفى محمد مصطفى يمكن مش هزود حاجة على المحمود فيما يخص الأدوار اللي عملها مصطفى محمد عشان ما نعيتش لكن فيما يخص الكرة الأخيرة الكرة الأخيرة بالنسبة لي للحظة رغم أنها أسهل فكرتني بكرة طرق السعيد لو إحنا نجيب طلعون أنا على الاسكرين فكرتني بكرة طرق السعيد في تصوير كاسة العالم قدام المغرب 2001 بذكريات حرام عليك يا طارق نفس الكرة كنت بعد كنت في نفس الاستاذ فلو نجيب اللقطتين هي المشكلة في التصرف أنه دايما اللعيب عنده حاجة لما بيلاقي أنه هو مش عايز يرسك أنه هو يحط الكرة يعمل وده التصرف المثالي أول ما يستلم لا مش دي لقطة مصطفى محمد ماشي 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 دي كانت لقطة أولانية جايبنا له بس عشان محمود يتكلم عليها عشان ما نعيتش ماشي لحد ما نوصل للقطة بتاعة الكرة وبعدها الكرة بتاعتك المشكلة فين اللعيب دايما بيميل أنه يرقص على الرجل الحساسة هو رجله هو لعيب أيمن نفس اللقطة طريق السعيد في لقطة 2001 رقص على رجل الشمال فتح الزاوية لنفسه حتى لو قفلت رجل الحساسة بس كمل ووقف أول أول ما يستلم بس وقف هنا بس هنا الحارس تصرف صح أنه خرج عبال ما ابتدى يفكر واستلم وتأخر مصطفى أنه هو يلم كرته وأنه هو يسيطر على كرته وتأخر لجزء من ثانية فتحت الكرة وبعد ما تفتح وقف كمل لحد الكرة ما تفتح وقف هنا وقف هنا وقف هنا هنا دي أسهل دي أسهل بكتير لأن هنا الزاوية فتحت الزاوية فتحت كانت محتاجة عقلتناء أكتر محتاجة قوة ودقة أكتر هو أيل كرة لو أنت خدت بالك هي لو اتحطت في الجل مباشرة الزاوية من هنا ما تخلش المدافع لحقها أبدا لكن هي ما تحطتش بالجودة الكفاية ما نحطيتش بالإعتناء كيفية اهو ما توقعش انت صح حتى لو ما شايفوش حتى لو ما شايفوش زاوية الكادر هنا هو قفا رجله وخاف إن الكرة تطلع برح ايوب ايو هوا خاد القرار أنا بتكلمش على قرار بتكلم على التنفيذ جودة التنفيذ المتفقين هو ما اهتمش بجودة التنفيذ عشان هو ما شايفش بين 70 لو كان هو شايف بين 70 كان ممكن يهتم بجودة التنفيذ هو ده بس الفكر تعامل مع ان الجول فاضي وتعاملوا لما سابقوا خلاص. فالدرس ايه? اه. مليش علاقة. مليش علاقة. في مهاجم. في مدافع. مفيش مدافع. انا بقى تاني بيها عشان اضمنها انا عملت الصعب. رجعنا هنا بقى تاني. ما بقلاش الزكريات الصعبة دي. الواحدة من الزكرة. بص بص وقفن وقفن وقفن. ارجع 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 ارجع. بص عمل ايه? نفس القصة. اللعيب بيميل ان يرقص الحارس عشان يفتح لنفسه زاوية على رجله الحساسة. طارق العيب اشوال. فهيرقص على رجله الشمال. كمل. الغلطة برضو نفس القصة. هنا فتحت منه. فتحت منه. عبال ما رجع يلمها تاني. كت خلاص رحت. بقت زاوية التصويب بالنسبة له قفلت. نفس المشكلة. ليه ابني بتعلي بالمواجهة. ما قلت لك. كل فرصة محمد دي في مطش ودي ده احنا ما روحناش كاس العالم. والراجل طلوح حتى جنف ودي. ما الحمد لله ان اف ماتش ودي. عشان كنت اترك بذكريات حرام عليك يا طارق. مش عايدة هتبع حرام عليك يا مصطفى في يوم من الايام. فدرس مهم اعتني بيها ايا كان في مدافع مفيش مدافع. انت عملت الصعبة. تحركت. ضربت التسلل. خدت الكرة. سيطرت عليها. رقصت الحارس. يعني عملت كل الخطوات اللي قلناها صح. لعتناء بقى بالتنفيذ. والكواليتي بتاع انهاء الهجمة خاصة في زل موسم ممتاز. هو الموسم الافضل في مسيرة مصطفى محمد الموسم.